ازايكم مش شباب اتمنى اكونوا بخير معكم محمد جابر بفيديو جديد فيديو النور ده صاحبه علمك ازاي ان انت تصور نفسك فيديو وتقوم فيه بشخصيتين يعني ازاي ان انت تعمل شخصيتين ليك في نفس الفيديو شخصيتين طبعا مختلفين زي ما بنشوف في بعض الفيديوهات المشهورة على التيك توك وعلى اليوتيوب في ناس كتير بتعمل شخصيتين لنفسها وطبعا بيكلموا بعض وبيقفوا بالبعض ويتكلموا طيب ازاي ان انت تعمل فيديو زي ده هقول لك ازاي وكل حاجة بس طبعا ما تنسوش لايك للفيديو وسبسكراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان الفيديوهات توصلكم اول بقى تعال نشوفوا الشرح بس اول حاجة هنشوفوا الفيديو اللي انا عملته وبعد كده هشرح لكم اتعمل ازاي ازايكم يا شباب اتمنى اكونوا بخير يا عمى محمد وانت كلهم تصور فيديو عن نيت ولا حد بيدعمك وكله بيتارع عليه وانت ملك انت يا عمى انا حور بعد ما شوفنا الفيديو يا صاحبي طبعا فكرة الفيديو ببساطة ان انت بتعود بشخصيتين فيه ناس طبعا بتعمل الفيديو ده بس طبعا بتثبتوا الموبايل وبعد كده بتبدأ الناس سوا الشخصية وتوقف الفيديو وترجع تلبس للشخصية التانية لكن طبعا في النهاية الفيديو ما بتبقى ان الشخصيتين مع بعض فعلا انا بقى النهاردة في الفيديو ده اعلمك ازاي يبقوا الشخصيتين جنبه بعض بالضبط وتكلموا مع بعض من غير ما تقعد تصور وتوقف الفيديو وكل شوية تعمل كده فكرة الفيديو بسيطة وسهلة جدا انت هتصور فيديو واحد هتعمل فيه الشخصيتين وبعد كده نبدأ ان احنا نعمله منتاج بس اول حاجة لازم تعملها هو انك تجيب برع وقلم وتبدأ تكتب السيناريو والحوار بتاع الشخصيتين تمام كده وطبعا فيه الصورة هتطلقكم دلوقتي يعني ايه شكل كده لشكل السيناريو عشان هتنظمه انت بالشكل اللي انت شايفه في الصورة دي هتكتب مثلا رقم واحد او الشخص الاول وتكتب السؤال بتاعه اللي هيبدأ بيه وبعد كده هتكتب تحتها الشخص التاني او رقم اتنين وتكتب الاجابة اللي هيرد بيه وطبعا انت اول ما بتسأل السؤال يعني انت اول حاجة بتلبس الشخصية الاولى بتقول كل اسئلة الشخصية الاولى كل سيناريو بتاع الشخصية القضية بتقوله ونرى الفيديو مع بعضه ونرى ازي 것이 بيتعمل بعد استتدام compress una escrow وتقلبawa صحة كل من دة خمس س vìad بعض الشخصيته التاني كما انتanner الاكتشينات للشخصيته التاني قبل انتانير على الاحتيار وانطه Logo انطر الاناتي لازم ق town ان نرى الانات لسل��� ان offerings نرى الفيديو مع بعضه ونشوف هنعمله ازاي ونبدأ نشتغل عليه ازاي. يلا بينا. اول حاجة يا شبابة بتاع نشوف الفيديو ده مع بعض. الفيديو ده طبعا انا مصوره وهو ده اللي هنعدل عليه واللي انتو شفته في الاول. بس اول حاجة بالنسبة الوضعيات التصوير قبل ما تبدأ تصوير الفيديو لازم تثبت قصد الكاميرا او الموبايل على الستند اللي انت تتصور بها. توقفها في كادر واسع ما ينفعش ان انت تكون في حتة دايقة. لان طبعا لازم تصور في مكان واسع عشان الشخصيات تقدر ان انت تتحرك بسهولة. الرقم اتنين يا صاحبي ان انت ما ينفعش تقعد في نص الكنبة او الكورس اللي انت هتقعد فيه لازم تسيب مكان او فاصل بينك وبان الشخصيات تانية. يعني نفعش مسلا هنا في الفيديو زي ما انتو شايفين ان انا اقعد في النص هنا بالزبط. لازم اقعد على جنب شوية عشان الشخصيات التانية ما تجي تقعد يبقى في مسافة بيني وبينها. عشان ما نجي نعدل الفيديو مفيش حاجة تبوز في الفيديو. رقم تلاتة انت هتصور الشخصيات الاولى تمام بعد ما هتصور وتخلص كلام الشخصيات الاولى مش هتوقف الفيديو. هتقوم على طول وساب الفيديو بيسجل وهتقوم تغير وتلبس للشخصيات تانية. لان انت لو وقفت الفيديو الفيديو الموبايل او الكاميرا ممكن تهتز يعني في اتجاه معين او ممكن انها تتحرك حركة بسيطة وتبوز لك الفيديو تماما. تعالي نشوف زي الوقت. تعالي نشوف كده الفيديو ده والفيديو ده طبعا هو ابركه في طريقة التصوير. اول حاجة اوات الشباب طبعا انزبطت الكاميرا زي ما انتم شايفين اوات. وجيت هنا اقعدت في جنب شوية عشان اعرف ان الشخصيات التانية تعاف تعد. وفي نفس الوقت وانا بقص الفيديوهات ما يبقاش الفيديوهات لازقب بعض ولا في حاجة تتشال من الشخصيات. تعالي نشوف انا هنا اتكلمت اوه بعدين بصيت وديت رأيكش ان انا غضبان للشخصيات تانية. وبقص للناحية التانية ما ينفعش ان انا بص للقاميرا عشان يبقى كلمه موجه للشخصيات اللي جانبي. تمام كده بعد هنا بتكلم اوات قلت الحوار بتاعي طبعا انا كنت هحط شخصيات تالتة بس لقيت ان المكان مش هينفع يتحط في شخصيات تالت. فعشان كده الحوار اللي انا اتكلمته مع الشخصيات التالت احذيفه. بعد كده هنا شلت المايك اوات. وبدأت ان انا غير عشان البس للشخصيات التانية. هنا ما واقفتش الفيديو. لان لو واقفت الفيديو والكاميرا لو اتحركت هتبقى وزلك اللي انت عملته ده كله. فلازم هتسيب الكاميرا شغالة وطبعا الوقت ازاي ده كله انت هتشلو في المونتاج بكل سهولة. تعال نشوف كده مع بعض. هنا طبعا بدأت ان انا غير للشخصيات التانية وخلاص جاهز عشان هصور الفيديو التاني. طبعا هنا شباب لبست خلاص لبس الشخصيات التانية وخلاص. طبعا الموبايل زي ما قلت لكم هتسيبه بويصور عادي جدا عشان مش عايزين الفيديو يبوص. لازم بيبقى في نفس الكادر بنفس الزاوية بنفسه كل حاجة موجودة. واحاول ان انت يعني اما تجي تغير للشخصيات التانية ما فيش اي حاجة حواليك تتحرك. لانه طبعا اي حاجة يحصل فيها حركة هتبغض لك الفيديو. طبعا جيت اعدت للشخصيات التانية وهديت شوية. وسكت طبعا الخمس ثواني الاولانيين بحيث ان ايه هتخيل السؤال بتاع الشخصيات الاولى ويا بتكلمني. طبعا كده يعني انا في الشخصيات الاولى بقى قول السؤال بتاعي وبعد كده بسكت مسلا خمس ثواني او عشر ثواني حسب يعني الكلام لو كتير فبسكت شوية يعني مسلا عشر ثواني. لو الكلام مسلا قليل لو انا اقول له مسلا ازاي كمحمود وبصبر مسلا لمدة خمس ثواني على بال هو ما يرد علي. في الشخصات التانية بقى بتعكس. في الشخصات التانية اول ما بتقعد بتسكت مسلا لمدة خمس ثواني على بال ما بتسمع السؤال. طبعا السؤال اللي انت بتتخيله بدماغك. وفي نفس الوقت انت بتكون كتبه عشان تحفظه. تمام كده? يعني مسلا في الشخصات التانية هقعد هنا وهستنالة واسمع الكلام. طبعا اني اسمعت هو بقول لي ازايك? فبنرد بقى علي. تمام كده يا فكرة الفيديو بسيطة جدا. المهم ان انا صورت الفيديو بالشكل ده طبعا انا غلطت لان انا حطيت شخصية تالتة بس هيشيل الصوت بتاعها. تعالي نشوف المونتاج بقى مع بعض نبتدي ازاي. بص يا صاحب اول حاجة كده هتروح يعني لحد الفاصل بين الشخصيتان يعني مسلا ان دي كان اخر الشخصية الاولى. تمام? المفروض ان الحتة دي كلها تتحزف. بما فيهم الحتة اللي انا سجلتها للشخصية التالت. تمام كده? وهنسيب مسافة فاضية بين الاول الكلام وبين اخر الكلام. كده قص يطورت وبعد كده بقى هنبدأ من اول الشخصات التانية ما هتقعد هنقص طبعا الحتة اللي في النص اللي ما لاش اي لازمة. طبعا الشخصات التانية قعدت ايات فنبدأ نقص. طبعا الحتة اللي في النص ديت ما لاش لازمة فهنحزف. ونبدأ ان احنا نرفع الفيديوين فوق بعض. تمام بالشكل اللي انتم شايفينه ده. تمام كده يا شباب? طبعا في حتة في اول الفيديو هنا لما الشخصية الاولى بتجز عشان تعود. طبعا الحتة ديت انا هشيلها. هناخد مسا من اول هنا كده قوت. وهنحزف الحتة الاولانية دي. تمام كده? وبعد كده هننزبط الفيديو فوق بعض بالزبط. بس طبعا لازم نكبر كده عشان نزبط الكلام مع الكلام. يعني يبقى الكلام بتاع الشخصية الاولى. والكلام بتاع الشخصية التانية بينهم مسلا ثانية او ثانيتين. ما ينفعش شبوكهم في بعض على طول عشان ما يبقاش السؤال والرد ورا بعض. لانه طبعا مش هيبقى شكلها لطيف. فانا طبعا هأثر لحد ما يبقى الكلام مسلا يعني ايه? كلام الشخصيتين قريب من بعضه. مسلا حاجة زي كده بس هنأثر ثانية كمان. تمام كده شباب? الشخصية الاولى هنا هتخلص كلامها وبعد كده التانية هترود. المفروض الكلام هيبقى بالشكل ده كده. وطبعا هنزبط من ناحية التانية برضوك. تمام كده شباب بالشكل ده. وهنبدأ بعد كده احنا بقى الحيثة الزيادة اللي في الفيديو عن قصة زي ما انتم شايفين كده. تمام? بعد كده هنروح للفيديو اللي فوق. تمام? الفيديو اللي فوق اللي وزق. او اي فيديو عادي يعني. بس انا طبعا بما اننا قصص الفيديوين اللي تحت. فمش عايز اعمل لهم فلتر او تأسير مرتين. فهنروح للفوق. وبعد كده هنخش على قيمة تأسيرات. واللي طبعا في هنا تأسير اوات. هنخش على اللي هي رقم تسعة ديب. هنبدأ نضغط عليه. وبعد كده هنروح للتأسير ده اللي اسمه. وبعد كده هنختاره وهنحطه على الفيديو. مش فوق الفيديو كده. لا على الفيديو نفسه. هيبدأ النواة بالشكل ده. بعد كده هنروح للاعدادات بتاعة الفلتر. الاعدادات دي كده. وبعد كده هننزل هنا يا شباب. بعد كده يا شباب هنروح عند اللي هي تأسير الفيديو ديت. وهننزل كده. هنفع على الاول لنا اعمل لها علامة صح عشان التفعيل وعشان نختار. طبعا هنختار مسلا دي كده. الشكل ده كده. وهنبدأ طبعا ان احنا نمشي كده. تمام كده الشخصيتين بقوا جانب بعض. بس للاسف في خط في النص فاصل. الخط ده طبعا مبين ان الشخصيتين متركبين. كل عليك بقى ان انت هنروح اتروح عند اللي هي كلمة ريشة ديت. وبعد كده تبدأ ان انت اتفعالها على الاخر لحد ما تلاقي ان الخط اختفى تماما. زي احنا شايفين كده. هواته شباب كان الخط كده اختفى كده تماما. وبعد كده تضغط موافق. طبعا برضو باين ان فينا حتة غام او حتة فتحة. فممكن يبين للشخص ان طبعا ده كله مجرد فيديوهين ومتركبين. فتعالوا طبعا نعمل حاجة تانية. هنحط طبعا تأثير. هنروح للخانة ديت يا شباب. تمام كده? وبعد كده هنلاقي التأثير ده. طبعا التأثير ده انا شفت النوع افضل تأثير ممكن يتحط على الفيديو. وهنبدأ ان احنا نحطه فوق. وبعد كده هنسحبه بالشكل ده كده. لحد اخر الفيديو. زي ما انتم شايفين طبعا الفيديو طالع كويس. الى حد ما بس طبعا في مشكلة في الفيديو التاني. وعلى فكرة يا شباب الفيديو اكمل له جوة البرنامج. لسه ما تصدرش فهتلاقوا ان الجودة بتاعته مش حلو قوي بس طبعا احنا نحاول ان احنا نعدل على شوية. زي ما انتم شايفين كده اعتبر الفيديو خلص بس طبعا في حاجة عايز اقول لكم عليها. لازم تكون الاضاءة متوزعة كويس في المكان اللي انت هتصور فيها. عشان زي ما احنا شايفين هنا تلاحظ اللي هيداق او في الفيديو هيلحظ ان فينا حتة غم او حتة فتحة. فلازم تكون الاضاءة مناسبة وكويسة جدا ومتوزعة صح عشان الفيديو يطلع مصبوط. طيب كده انا خلصت هنصدر بقى الفيديو طبعا ان اعمل له تصدير. ونسميه مسلا ولاكن محمد جاء. بعد كده انا اعمل له تصدير. طبعا الفيديو هو مش هاخد وقت لانه هو مقدته اساسا قليلة جدا. طبعا الفيديو هنا اتصدر الشباب تعال نشوفه الوقت ونشغله مع بعض. هو وقت الشباب هنشغله ونشوف الفيديو. طبعا يا شباب بعد ما خلصت الفيديو انتو شفتوا الفيديو شكل عامل ازاي طبعا الفيديو ده لو عدلت عليه اكتر واهتمت باكتر هتلعه افضل من كده لان ديت اول مرة ان انا اجرب او تاني مرة ان انا اجرب اعمل الفيديو بالشكل ده. طبعا يا شباب لو عندكم اكتراحات او تبصيراتك تبالي تحت في الكومنتات اتمنى ان كل فيديو عجبكم ما تنسوش لايك للفيديو سبسكرايب في القناة وتشارهوا الفيديو يا شباب عشان يستفيد منه وناس كتير شوك لوك على المشاهدة كان معكم محمد جابر وانتقابل في الفيديو الجاي السلام عليكم. اشتركوا في القناة